السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في نص وظيفي جديد وهذا النص الوظيفي يندرج في الوحدة الأولى مجال عالم الأصدقاء المرجع مرشدي في اللغة العربية المستوى الثالث نبدأ على بركة الله علما هذا النص أصدقاء من ورق نبدأ بتمرين أتهيئ ما قبل القراءة ولاحظوا وأتوقع ماذا يفعل الأطفال في الصورة المرافقة للنص الأطفال في الصورة المرافقة للنص يقومون بمطالعة الكتب لاحظوا معي كل طفل يحمل كتاب كل طفل وطفلة يحملون كتابا ويطالعونه الأطفال في الصورة يقومون بمطالعة الكتب الأطفال في الصورة يقومون بمطالعة الكتب السؤال الثاني ماذا فهمت من العنوان؟ ماذا فهمت من العنوان؟ إذن ما فهمتوا من العنوان أن الأطفال الظاهرين في الصورة يتخذون الكتب أصدقاء لهم ما فهمتوا من العنوان أن الأطفال الظاهرين في الصورة يتخذون الكتب أصدقاء لهم السؤال الثالث أختار المعنى المناسب إذن أصدقاء من ورق هل هما أصدقاء القسم أو الرسم والصور أو الكتب والمجلات إذن أصدقاء من ورق هي الكتب والمجلات إذن هذه الأسئلة قبل قراءة النص ننتقل لقراءة النص أصدقاء من ورق لي أصدقاء أو فياء في المدرسة أراجعهم معهم الدروس وعندي أصدقاء أو فياء في القرية ألعب معهم في وقت الفراغ وعندما أدخل المنزل وأنهي واجبات المدرسية أقصد مكتبة الأسرة وهناك ألتقي مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء إنهم أصدقاء من نوع خاص أصدقاء أو فياء كثيرون من الظكور والإناث ومن مختلف الأعمار والبلدان والأزمان حاضرون في كل وقت ينتظرون من يكلمهم ويحاورهم أصدقاء من ورق فهل عرفتموهم يا أصدقاء؟ إنهم الكتب والقصص والمجلات أنير المكان بضوء كاف وأجلس جلسة صحية وأقرأ قصة مسلية مفيدة أو أطالع كتابا أبحث فيها المعلومة أو أفتح مجلة أفتش فيها عن أصدقاء آخرين في ركن التعارف من مختلف الأجناس وشتة بقاه العالم نتبادل الأخبار والحكايات والفوائد أنظم وقت لقائي بأصدقائي الورقيين أحمل معي دائما قلما ودفترا أكتب فيه كل ما أحتاجه من معلومات عند هؤلاء الأصدقاء أصدقاء الورقيون مؤدبون لا يحدثون ضجيجا ولا يخلفون موعدا يحملون معلومات غزيرة يقدمونها بسخاء لكل من يطلبها في كل مساء أعيش متعة اللقاء بين هؤلاء الأصدقاء الورقيين فأستفيد وأفيد ننتقل الإجابة للأسئلة المرافقة لهذا النص إذن أقرأ بطلقة مع أصدقائي وصديقاتي أتعلمون أن أصدقاء الورقيين مؤدبون لا يحدثون ضجيجا ولا يخلفون موعدا إنهم يحملون معلومات غزيرة يقدمونها بسخاء لكل من يطلبها أصل الكلمة بالمقطع المناسب وأقرأ الكلمة الجديدة بعد إضافة المقطع إليها إذن باب ماذا نقول؟ جلباب باب جلباب صاد صاد صادف صادف دود جدود جارة تجارة ما ستطع أن أقول؟ تجارة ماء سماء إذن أعيد باب أضفنا مقطع جل أصبحت جلباب صاد أضفنا ف صاد ف دود أضفنا جو جدود ماء أضفنا س أصبحت سماء جارة أضفنا ت فأصبحت تجارة استعمل الكلمة في مكانها المناسب إذن لدي أنها ولدي نها إذن ماذا نقول؟ أنها أبي أخي عن الصهاري أم نها أبي أخي عن الصهاري إذن نها معنا تفيد التحذير نها أبي أخي عن الصهاري أو أوصاه أخي قراءة القصة إذن أنها أنها أو ختم أنها أخي قراءة القصة أستفيد وأفيد إذن أصحاب ما قرأته أم أستفيد أصحاب ما قرأته أم أفيد إذن أفيد أفيد أصحاب بما قرأته قرأته أستفيد مما قرأته من كتب أحيط بخط ما لم يذكر في النص من أنواع الكتب لديه هنا الكتب القصص الموسوعات الجرائد المجلات الحكايات إذن أنواع الكتب التي لم تذكر في النص الكتب ذكرت القصص ذكرت الموسوعات لم تذكر الجرائد لم تذكر المجلات ذكرت والحكايات ذكرت أصل كل كلمة بما يناسبها عرف تعرف اعترف عرف إذن عرف ماذا نقول عرف عرف معنى صداقة تعرف مع صديق جديد تعرف مع صديق جديد اعترف بأخطائه لأصدقائه عرف أصدقائه إذن إذن عرف معنى الصداقة تمرين الخامس استعمل الكلمات الآتية في جمل أو في اللقاء صخاء لي هناك إذن لي أصدقاء أو في ياء لي أصدقاء أو في ما أروع اللقاء مع الأصدقاء بعد الغياب إذن هنا استعملنا اللقاء استعملنا كلمة اللقاء في جملة ما أروع اللقاء مع الأصدقاء بعد الغياب أظهر الفلاح للضيوف سخاء كبيرا كلمة الموالية سخاء إذن سخاء كبيرا أظهر الفلاح للضيوف سخاء كبيرا الجملة الثالثة ليس هناك من شيء أجمل من الصداقة إذن كلمة هناك ليس هناك من شيء أجمل من الصداق أحدد المكان الذي لم يذكر في النص إذن المدرسة القرية المكتبة المنزل القسم إذن المدرسة دكرت القرية دكرت المكتبة دكرت المنزل دكر إذن الذي لم يذكر هو القسم القسم هو الذي لم يذكر أصر كل بطاقة بما يناسبها انطلاقا من النص أصدقاء المدرسة أقرأ وأطالع أراجع الدروسة ألعب وأتسلى إذن أصدقاء المدرسة أراجع الدروسة معهم أصدقاء القرية ألعب وأتسلى ألعب وأتسلى كل أجوب موجودة في النص أصدقاء من ورق أقرأ وأطالع لأصدقاء أوفياء في المدرسة أراجع معهم الدروس وعند أصدقاء أوفياء في القرية ألعب معهم وفي وقت الفراغ عندما أدخل المنزل وأنه هو جبيت المدرسة أقصد مكتبة الأسرة وهناك ألتقي مع مجموعة كبيرة من أصدقاء ويقصد الأصدقاء الورقيين إذن أقرأ وأطالع أضع العلامة في المكان المناسب التعارف مع الأصدقاء تعارف مع أصدقاء قصة كتاب مجلة إذن التعارف مع الأصدقاء مجلة التسلية والإفادة قصة البحث عن معلومة كتاب إذن التعارف مع الأصدقاء في المجلة التسلية والإفادة نجدها في القصة والبحث عن معلومة نجدها في الكتاب أعبر عن رأي في الأصدقاء الورقيين إذن الأصدقاء الورقيون هم أصدقاء حقيقيون نجدهم دائما بجانبنا يؤنسوننا في وحدتنا ويزودوننا بالمعلومات المفيدة الأصدقاء الورقيين هم أصدقاء حقيقيون نجدهم دائما بجانبنا يؤنسوننا في وحدتنا ويزودوننا بالمعلومات المفيدة هذا ورأي في الأصدقاء الورقيين أنتج جملة أحكي فيها ما يأتي أتعلمون أن أصدقاء الورقيين مؤدبون لا يحدثون ضجيجاً أتعرفون أن أصدقاء مجدون لا يهملون دراستهم أتعرفون أن أصدقاء مجدون لا يهملون دراستهم أبحث في النص عن مزايا المطالعة وأكمل القائمة إذن أستفيد أتسلى أفيد وأتعرف أكمل كما في المثال ننسى التمرين المرجع لي أجلس جلسة أضحك ضحكة ضحكة أمشي مشية أقعد قعدة إذن أضحك ضحكة أمشي مشية أقعد قعدة مزايا المطالعة من النص أستفيد أتسلى أفيد وأتعرف إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقية نحي